صمتت أجرس الكنائس في بعض الأماكن لأول مرة من 2000 سنة واكتست شوارع بعض المدن بلون الأحمر وهو لون دم أبنائها انفجار هون ودبح هونيك تهجير وأغتصاب بغيب السلم والسلام وتفسد فرحة طفل المزود بالميلاد لدى أطفال لاجئين مثله ليسير مسيحيو الشرق في طريق ألام لا يرون له قيامة بالمدى المنظور صباح الخير قبل ما تابع القصة سعود أهلا وسهلا فيك هذه مقدمة كتابك الإنجيل وعالم مقدمة مميزة بس المسيحيين رغم أنه هن بقلب الألام مثل شركة المسلمين شهدك ذكر أنا مسيحيين ومسلمين نعم إلا أنه القيامة قاتل لمحالة وخلف كل ظلام في نور والرجاء لا ينقطع آمين يا رب الإنجيل وعالم اليوم كتاب جديد ستوقعه نهار السبت صحيح من إلك مبروك علي الصورة فيه مميزة صورة لطفلي رسمت المسيح وسكنت قريب تسكن بقلبه صورة صحيح صحيح الإنجيل وعالم اليوم العالم بتغيير دايم العالم بتطور دايم وكمان بمشاكل دايمة كيف الإنجيل بيمشي مع عالم اليوم ولا العالم بيمشي مع الإنجيل؟ صحيح خليني أول شيء لكم شكرا لهالفرصة لحتى أدم هالكتاب اللي رح وقعه يوم السبت بالكنيسة الإنجيلية المشيخية ساعة أربعة بالرابية كل هالكتاب تحت شعار قول لليهوتي إنجيلية اسمه كار بارت بيقول على الواعز أن يحمل الكتاب المقدس في يد والجريدة في اليد الأخرى شو بيقصد يقول بيقصد يقول نحن ما بق فينا نقدم للناس الإنجيل خارج الصياق ما بق فينا بس نحكي على الإنجيل وكأنه هو بمحل بعيد لا الإنجيل هو بيحكينا بإلامنا وبصعوباتنا كمان في حدثين يقول لازم الإنسان يكون عنده يسمع من الميلتين يسمع ماذا يقوله العالم وماذا يقوله الإنجيل وبالتالي كل هيدا الكتاب وهلأ نشوف المواضيع اللي بيعرضها للكتاب هي كيف أن الكتاب المقدس يتكلم إلى حالتنا وظروفنا وإلامنا وصعوباتنا ويقدم نوع من الحلول مش يمكن مش نوع الحلول نوع من الإجابات اللي نحن ناطرين نسمعها بالكتاب بتحكي عن الألم والأمل بتحكي عن حياتنا مع المسيح يعني بالمنزل عن تعبنا بالشغل عن المصاعب يلي كل إنسان بيوجهها بحياته بحياته الخاصة وبحياته العملية طبعا من 2000 سنة والإنجيل بيدهوش الناس وبيختاروه طريق حياة نعم وكتار يعني أن الهوتين الكبار كتبوا عن الإنجيل أوقات عن جملة عن عبارة عن آية كتبوا كتاب اليوم شو الجديد شو الإضافة اللي عم بتجرب أن تقدمها على كل إنكتب اللي الإضافة اللي عم جرب أعملها هو أن يكون الإنجيل رفيقا لنا في درب الإلام الذي نحن نسير فيه وأن يقدم لنا رؤية مشين هيك باختصار للإنجيل في خمس أقسام القسم الأول يتحدث عن كيف ينظر الإنجيل إلى الإنسان في نوعين من الفلاسفة نوع بيقول الإنسان بطبيعته صالح ونوع تاني بيقول بطبيعته فاسد الكتاب المقدس بيقول الإنسان بطبيعته فاسد مشين هيك بالمقطع الأول نحكي عن وحشية الإنسان اللي بيشوف كيف عم يقتل وعم يدمر وعم بيطبح تحكي عن وحشية الإنسان منشوف بهالكتاب بأول قسم شو هي الأسباب لهذا الشر في العالم بس الإنسان ما بيخلق على صورة الله ومثاله بيخلق على صورة الله ولكن الخطيئة وهذا تماما اللي بيعالجه بس الخطيئة أفسدت صورة الله فيه مشين هيك هو بيحاجي لنعمة الله والإيمان تيستعيد صورة الله فيه يعني بتشوف بأول قسم منحكي عن السلطة منحكي عن الطمع منحكي عن الحسد والغيري يعني مثلا في كتاب حدا كتب كتاب اسمه The politics of envy سياسة الحسد بيقول الحسد دخل كل حقول المجتمع دخل السياسي والتجارة والاقتصاد وبالتالي في الجزور الفساد والشر والحروب ترى الفساد الإنساني اللي هو مسؤول عنه هيدا أول قسم القسم الثاني بيحكي عن الإلام اللي منعاني منه حتى بيتطرق هالكتاب للإلام الشعب الفلسطيني وبيقدم نظرة جديدة لأنه في ناس كانت بتقول أنه أنه هيد الأرض الله وعدهم فيها هيدا الكتاب بيقدم نظرة جديدة أنه يسوع المسيح بكل عهد الجديد لم يهتم بموضوع الأرض هو حكي عن ملكوت الله لم يذكر هذا الموضوع لا هو ولا الرسل تبعه وهي موضوع الألام الموضوع الثالث مندخل بإحساس الإنسان منحكي عن القلق منحكي عن الأحباط منحكي عن اليأس منحكي عن الأحزان وهيدا كلها دراسات بسيكولوجية وكتابية لحتى تقول ماذا يريد أن يقول لنا الكتاب المقدس في كل هذه المواضيع أما القصم الرابع بيقول شو هلأ بحاجة لإيله المجتمع بيقول بحاجة بهالأيام للتربية وكوني أنا كنت مسؤولة على المدارس الإنجلية في قصم كبير للتربية يلي منشوف دورة الأساسية حاجة للتربية حاجة ليكون للإنسان عنده الضمير المقلق إذا ضميرك ما بيعذبك كارسي وبيبقى آخر قصم يلي منحكي فيه عن شو هي الركائز الكتاب المقدس ليس فقط لا يغير فقط حياة الإنسان الكتاب المقدس يغير المجتمعات وبالتالي يضع الكتاب المقدس خمس ركائز للمجتمع الجديد الرحمة العدالة الحق الرحمة والعدالة والحق وإسا شي تنين تحكي عن التربية والتربية صحيح الرحمة والعدالة والحق والحرية والحرية هيدالي هالمابادئ يلي منخدم الكتاب المقدس تصلح لأن يكون هناك مجتمع عادل مجتمع عنده أخلاق وهذا ما نحتاج لإيله في هذا العصر مشين هيك هيدا كتاب يكون رفيق الإنسان المسيحي والمسلم لأنه كلنا سوا كمسيحي وكأسلم كلنا عم نتأثر من الحرب ولكن كل واحد من كتابه بيرجع حتى منه ياخد قوة لحتى يقدر يستمر ويكمل وسط الإلام والصعوبات نعم يعني فينا نقول عن الكتاب هو نوع من الدراسة المجتمعية والنفسية مرتبطة بالكتاب المقدس يلي هو أكيد مرتبط بيومياتنا بحياتنا اليومية لأنه كمان بنفس الوقت مرتبط بزمان ومكان صحيح هذا صحيح فوق الزمان والمكان طيب يعني أكيد أكيد أنت مؤثر بأيات معينة بالإنجيل بتعني لك ما زالنا نحن نحكي عن وقت الشدة والصعوبات التي لا يوجد حدا ما يعني منها أي أيات هنا هي بتعطيك رجع بيقول بالكتاب أدس في العالم سيكون لكم ضيق هكذا المسيح بيقول نعم لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم مثلا كمان بيقول بالوقت اللي بتحس بالضعف أنا سوف أرسل لكم الروح القدس بيقول روح القوة وإذا بتاخد كلمة قوة ديناموس من ديناميت يعني يعني بيرجع بيعطي للإنسان قوة كثير كبيرة مثل الديناميت ولكن بشكل إيجابي لأنه حتى معطر ألفرد نوبل اللي اخترع الديناميت كاخترعه للخير ولكن الإنسان يستخدم للشر لكن الكتاب قدس يعطي قوة هائلة يعطي هو قوة هائلة مش إنهاك اسم الكلمة ديناموس مثلا حتى الرجاء نحن بحاجة للرجاء بعرف حدم لهوتين الرجاء بقول هي القوة الدافعة للحياة التي تعطي السبات والاستمرار وسط صعوبات الحياة جميل نهار السبت التوقيع أي ساعة أو أين خير نجح نذكر صحيح إذن ومدعي لكل المشاهدين عبر الشاشة العزيزة الام تي في لحضور توقيع الكتاب يلي رح يكون يوم الجمعة الساعة أربعة في الكنيسة الإنجلية المشيخية في الرابعة ورح يكون المتكلم رئيسي مدير تحرير جريدة النهار الصحافي غسين حجار وليهوتي اللي هو مدير المعهد المعاهد الليهوتي في العالم العربي الأسيس الدكتور رياض أسيس أهلا وسهلا فيكم بالأم تي في وبكل الناس أهلا وسهلا فيك الأسيس سهيل سعود ومبروك الكتاب على الإنجيل وعالم اليوم شكرا لحضور أنا أذكركم أنه نهار الأحد زميلة كاتيا مندلأ وأنا رح نكون معكم مباشرة من الساعة تسعة من كنيسة القديسة فيرونيكا جولياني بيناء المباشر رح يستمر من التسعة للساعة تنتين إلى ربع بيتخللوا القديس علي إليه شهادات مؤثرة لحضور المسيح بحياتها وبحياتنا من خلال شفاعتها ما تروحوا عليكم هالنهار المميز اللي بتنقلوا الام تي في من الساعة تسعة للساعة تنتين إلى ربع فكونوا على الموعد ستارز بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر